السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتحدث في هذا الفيديو عن مستجدد مشروع منهج الدراسي المنقح للموسم الدراسي 2019-2020 بسبب الأهم المستجدد هي إدراج مادة اللغة الفرنسية ابتداء من المستوى الأول بغلاف الزماني قدره ساعتين تقليص الغلاف الزماني الأسبوعي إلى 27 ساعة اعتماد حصات من 60 يمكن تقسيمها في بعض المواد إلى حصتين 55 أنشطة التعلم وخمسة دقائق للاستراحة أو نشط طرفيه داخل القسم تقليص عالية الواحدات بالنسبة للغة العربية من 8 إلى 6 وباللغة الفرنسية من 12 إلى 6 كل واحدة دراسية تمتد على مدى خمسة أسابيع حذف أسبوعي الدعم العام والخاص وتعوضهما بأسبوع واحد لتقويم الدعم الواحدة تقديم قواعد اللغة العربية بكيفية مستضمرة من الأول إلى الثالث وبكيفية صريحة في المستوى الرابع المستوى الرابع والخامس والسادس بالنسبة للتعبير والتواصل في المستوى الأول إلى الثالث وإضافته في المستوى الرابع التواصل الشفاهي بالنسبة تمت إضافة أو تسمية ثلاثة أقطاب قطب اللغات يضم اللغة العربية اللغة الأمازيغية اللغة الفرنسية كما تلاحظون كل لغة وغلافها الزمني ثم قطب الرياضيات والعلوم الرياضيات الغلاف المخصص لها في جميع المستويات من الأول إلى الرابع خمس ساعات النشاط العلمي جميع المستويات من الأول إلى الرابع ساعتين القطب التت وقطب التنشيئة الاجتماعية والتفتح يضم التربية الإسلامية اجتماعيات التربية الفنية والتربية البدنية بنسبة للتربية الإسلامية جميع المستويات من الأول إلى الرابع ثلاث ساعات بكل مستوى الاجتماعيات المستوى الرابع ساعتين مع الإشارة إلى وجود اختلاف مع وثيقة مشروع المنهاج الدراسي الملاقح إنه حسيغة 2015 التي خصصت من جماعة مجموعه ساعة ونصف فقط كماtir في نسبة عن الطربية الفنية والطربية البادنية في جميع المستوى scoring من الأول إلى الرابع ساعتان wood söyledgies الطربي الفنية والطربية البدنية يعني ساعتان في الأسبوع لكل مستوى بالنسبة لتقديم الحرف في مستوى الأول يتم التقديم حرف وحد طيلة الواحدات الأولى والثانية والثالثة ومن بعد تقديم حرفين في كل أسبوع خلال واحدة 4 و 5 ثم تقديم نصوص قراءة قصيرة وبسيطة مرتبطة بالمجال تقديم الحرف بالفرنسية بمعدل حرف 1 كل أسبوع 3 سنة الدراسية بالمستوى الثاني الاستمرار في تقديم الفون المركبة في المستوى الثالث إلى حدود الواحدة الثالثة ويتم تخصص الواحدة الرابعة والخامسة والسادثة لمعالجة البيانات في مادة الريادية لقراءات نصوص البسيطة إضافة مكوين معالجة البيانات في مادة الريادية وتوحيد المجالات في اللغة العربية والفرنسية من حيث الموضوع بالنسبة للأمازيغيات تم الاحتفاظ بالبرنامج السنوي الحالي مع إمكانية تخفيف من بعض مضامينه وطبيعة حابية تنصيق مع السيدات والسادة المفاتيشين نتمنى أن لا تبخلوش عندنا بالاشتراك في القناة وبالتعليقات تعكم وبجيم وتبرتاجي والله يوفق